سؤال القراءة المتحررة أو القراءة الحرة يقول إيه؟ تسهم برامج التوعية لطلبة المدارس في ترشيد استهلاك المياه حيث تؤدي إلى الحد من الممارسات السيئة التي تضيع كميات كبيرة من المياه ويمكن ترشيد استهلاك المياه بالمدارس من خلال إغلاق صنابير المياه بعد الانتهاء من استخدامها والاستفادة من الماء الزائد في ري النباتات الموجودة بحديقة المدرسة ووضع ملصقات توضح طريقة التعامل مع المياه تعالوا نشوف مع بعض بعد ما قرأنا الفقرة أول سؤال عندي بيقول إيه؟ أول سؤال بيقولي هات من الفقرة المطلوب بين القوسين يحرص عمر على تنظيم استخدامه للهاتف كلمة تنظيم عايزينها معناها من خلال الفقرة السابقة لو بحثنا في الفقرة السابقة هنلاقي إيه؟ تنظيم يعني نبص كده في الفقرة تسهم برامج التوعية لطلبة المدارس في ترشيد استهلاك المياه يعني تنظيم استهلاك المياه إذن كلمة تنظيم هنا معناها ترشيد طب تعالوا نشوف مع بعض السؤال التاني بيطلب مني إيه؟ السؤال التاني بيقولي الصدق من الصفات الحسنة وعايز مضاد الحسنة لكن بشرط إنه موجود في الفقرة اللي قدامي فنبحث في الفقرة كده مع بعض عن مضاد الحسنة هنلاقي عندي كلمة الممارسات السيئة وكلمة السيئة إذن مضاد الحسنة من الفقرة بتاعتي هو كلمة السيئة هنلاقي في السطر التاني أو الحدي من الممارسات السيئة طيب تعالوا نشوف السؤال رقم باقي بيطلب مني إيه؟ أيضا مرتبط بهذه الفقرة بيقولي إيه؟ ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة وأول جملة بيقولي لبرامج التوعية بالمدارس دور في ترشيد استهلاك المياه طبعا من خلال طرائطنا للفقرة برامج التوعية اللي بنعملها للطلاب في المدارس لها دور في ترشيدهم وتنظمهم لاستهلاك المياه فالإجابة طبعا أو العبارة طبعا صحيحة فرقم اتنين بيقولي الممارسات السيئة تضيع كمية قليلة من الماء طبعا لو رجعنا للفقرة هنلاقي أن الإجابة خاطئة والجملة دي خاطئة ده بتضيع كميات كبيرة من الماء بسبب الممارسات السيئة اللي هي ترك صنابير المياه مفتوحة خلاص دون استخدام تقدر تتابع كل دروسك على تطبيق مدرستنا فلس مدرستنا المستقبل يبدأ الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر